موسيقى شاء عامل شغل رائع وخرج عمل فصحة حلوة ومع فرور في شاء وحيحكي لكو عليها الوقتي راح اتفسحه في حاجة غريبة جدا عمر ما سمعت عنها وراح الراجل بعد ما اشتغل وعمل مسلسلين الجمال وقامتع الناس وقامتع الملايين راح اخطينه وحكاية كده ملاش اي معنى وحكاية حقيرة ومنحطة بقى ماشي مش ماشي يدافع عن نفسه بس لازم ياخد حقه ففورا اتجه وحصل بنا تصالي مسلسل صفحة وهو في مكتب الناب العام سوز نور كلمني وقال ان انا قدمت بلاغ وفعل الناب العام حرك البلاغ وقدم الصحفيين رئيس مجلس الادارة والصحفي والمدير العام كلهم اتقدموا النهاردة للمحاكمة لان الخبر كله ملوش اي اساس من الصحة ايه الحكاية سوز نور هقولك انا الحقيقة بس احب اقول كلمة في الاول بجد انا ضد تميز اي انسان في المجتمع الكل يخضع للقانون تمام بس كمان القانون يبقى لي اسليب يعني محدش يبقى يبنك الحق ان ينشر عن اي انسان اي خبر لا طبعا في اي وقت بلا سنة لا وخبر ده خبر سخيف جدا مش خبر عادي مش داخل بطولة فيلم ولا خدت اجري كذا ولا مخدتش اجري كذا يعني انا ليه اتخيل كمواطن مصري عربي بسيط انا ليه طلب واحد بس ان يتم تشريع قانون ممنوع نشر اي تهمة في اي قضية الا بامري من نيابة بس لان انا ضد تقييد حرية الصحافة يعني انا ضد اقاية حرية الصحافة بس كمان الصحافة يعني الصفرة الصحافة اللي ملهاش مصدر دي ليه صفرة دي حاجة دي الصحافة الحياة يعني انك انت تدمر حياة اسرة او تدمر سورة انسان واتدمر تاريخه ومش هي انسان كمان خلي بالك خلي بالك يعني لا انا حتى لو انسان عادي لما بنقول يا أستاذ نور محمد عبد السميع ابراهيم عبد الفتاح علي بتاع برضو يعني غير لما نقول فنان الناس بتترقب اعماله وبتستمتع به وبتترقب اخباره فانا الحياة تفزعت يعني وانا قبل كده انت فاكر تريع عني اشعال كتير جدا جدا لا ويما حربت ويما هجمت ويما بس مش بالطريقة الملحطة فانا قلت لا لازم نقف بقى واقفة عشان نحدد الحكاية لان انا فجئت ان نفس الجريدة شاتمة وزير السياحة وشاتمة قبل كده خليد يوسي في المخرج يعني انا معرفت ده بعدين يعني بس مقالتش عنهم كنام زي كده هي يعني اوقات فيها تجريح برضها ده اصلا اللي يقرأ اصلا اللي يقرأ انا جبت الجورنان يا سيد نور اللي يقرأ شبكة وشزوز وخمس تنفار وسبعة تنفار ونيابة عبدين والتحققات بدأت وافرجوا عنهم يعني لا يمكن تشك ان الكلام ده مش صحيح يعني كلام يعني انا منتظر انا على يقين واثقة في القضاء المصري طبعا وانتاز الفرصة باشكر النائب النعم والنيابة ووزارة الداخلية والمجلس الاعلى للصحافة وسيد صفوة الشريف انهم خدوا قرارهم بوقف الجريدة وعدم صدورها من مصر لكن انا منتظر انا على يقين ان القضاء المصري هيجبلي حقي اه بس الحكاية دي يعني انت صحيت يوم السبتة على المجورنان ده لا انا مصحتش عليها انا انت جبتوا بالليل وانت بروح ولا جبتوا بالليل انا صاحي 6 الصبح قاعدة اقرى شغل بديد كان عادتوا على فكرة نور الشريف من الناس التصحى بدري اوه فليا صديق اسعد الشريف قال لي انت متردش على صلاح السعداني ليه فموصي في الساعة لقيتها تصعى بالربع الصبح بتو صلاح صاحي صاحي دلوقتي قال لي اه بيرد عليك قلت له انا عملي تلفون سايلانت لانت عاد اقرى فطلبت صلاح قلت له خير يا صلاح قال لي في خبر منشور وحش عليك في جريدة كده واشرف زاكي عايزك تكلمه النقيب الممثلين ما قالكش ايه الخبر صلاح؟ لا ما قاليش صلاح فكلمت اشرف فاشرف قال لي ممكن نتقابل بعد ربع الساعة في المونسين ونروح للنائب العام قلت له يلا كان قالك بقى اشرف الخبر لا قال لي كده يعني كلام بتقريب انا شفت الجرنان في عربية اشرف اول مرة و اول ما رشوفه جرنان ده على فكرة و انا اول ما رشوفه برضه انا جبته جرنان على المكالم اللي جد له يعني ده اللي حصل ده اللي حصل فما انا اما يعني باشكر كمان النائب العام بجد انه حرك القضية بشكل سريع جدا و في انتظار النتيجة ان شاء الله هلا اصله اصله الحكاية تفاصلها حاجة يعني ازاي حبكوا الحكاية بهذه الدرجة لا مش محبوك لا يعني مقصدش مش قصدش انها محبوك عنه لا لان ده كلام عام حكوا قصة قصة ايه بس كلام عام و عدين ازاي اللي منشيروا صور و اسماء لا 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 يعني انا اصد ايه لا اي رقم محضر ولا اي الاسم الظالم لا لا مفيش حاجة بس ايه بس فيه في النيابة و فيه قرنان تاني برضو نشر اه بدون اسماء بدون اي حاجة خالص قال نجمي سينما و كلام ما يتصدقش يعني كلام ما يتصدقش بجد يعني احنا انا عارف ان احنا في زمن القصارة بس اش تدركوا بقلنا سنوات في زمن القصارة من برامج لكله لصحافة بس مش للتعرض لحياة الناس يعني انا ضد دي اما اخطأ في عملية اما اخطأ بجد و في دليل و مستند ضدي انا ضد ان انا بقى فوق المجتمع انت مع انه في مشكلة يعرضوها بس نتأكد منها الاول بس نتأكد منها الاول و في بعض الجرائد على فكرة الجرائد دي يعني انا بشكر كل الجرائد كما الحياة اللي قاله قالها نفس الخبر لا من عارف و رفض التنشر لا وبشكر الموقف لكل الاخوة الصحفيين سواء في جرائد المعارضة او جرائد القومية كلهم طبعا انت مش ليلة لا انا باقي زملائي مش انا الواحدي يعني قفهم جنبنا بهذا الشرح حاجة الواحدي اللي بيخاف منها لانه انت ليك تاريخ البلد يعني ليك تاريخ الناس كلها بتحتفل بيه وبتحترمه وبتقدره فكون حاجة زي كده بتا كلام فاضي مش ممكن حد يتوقف عنده ابدا بس يعمل لك فزع يعني هو بص انا بالنسبة لي ما بتتفزعش ما بتتفزعش ما بتتفزعش لكن لا الاساء للاخرين لبناتي لمراتي لولادي الله ما هذه تشويه الصورة ليس لها سند فالصالح عندك تفسير يا صدور لا ما هذا اللي مجنن يا محمود لصالح مين لصالح مين ما عندكش تفسير خالص خالص وهتجنن عشرف لصالح مين يعني انا عم كل اصدق اصدقاء من النقات ينتقدوني بعنف من الدكتور رفيق الصبان ومصطفى درويش انتقدوني بعنف وكان ثاني ثمان وما زلنا لأ وما زلنا اصدقاء ما زعلتش لكن انك انت حدي يعني يلطخ صورتك بهذه الصورة بلا اي سند لا وصورة فوق كبيرة واربولك صورة فوق وصورة تحت شيء الحقيقة الواحد يعني يخجل لي انه بيحصل في بلدنا ونتمنى ان شاء الله ان ناضية تحركت خلاص حركت السيدنا اه خلاص رجال سوم 14 ونشكره جدا لانه انا اطبعنا وانا يعني مش عارف بقولك انا بعتذرلك عن الاهل ليه حبيبي لا انت زلتك ايه كده الاهلم اللي حصل لك دوت وبعدين ده يعني رب صدفة خير من الف معاة زي ما بيقوله الحملة دي كانت استفتاء على حب الناس ليه مم انت نسك مش عارف الناس تحبك بلده لا 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 الحمدلله اصير مفيش اجمع على فنان مفيش اجمع على فنان يعني فيه ناس تحبك وفيه ناس تحب زميل لك اخر وعلى فكرة فيه ناس ممكن متحبش اعمالك لكن تحتري مكانور الشريك يعني خلي بالك يعني ولو نجي ناس تبقى ليلة اوي لا تصور رد الفعل بجد يعني سبب لي سعادة كبيرة 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 اشتركوا في القناة